وأنا ببحث عن عملك الآن قراءة أنك مسؤول عن إحدى شركات تسويق اللاعبين وتدير أكثر من اللاعب موجود في كل العالم ومنهم عمر مرموش هل هذا صحيح؟ هذه المعلومة صحيحة هذا هو هذه اسم المؤسسة أو الوكالة الرياضية التي تقوم بتسويق اللاعبين وهي لا هديها روابط وصلات بجميع العندية العالمية وجميع اللاعبين أما فيما يتصل بسيد عمر مرموش فأعتقد أننا لدينا أخباراً ولدينا خططاً جيدة الرجل أدى مباريات ممتازة في الفترة السابقة وأعتقد أنه ينتظر مستقبل المشروع أعذرني هطيل في هذه الجزئية تحديداً لأنه بطبيعة الحال عمر مرموش واحد من أهم اللاعبين المصريين ونحب نتطمن عليه وعلى مستقبله كثير من الأنباء بعد كهس الأمر الأفريقية الأخيرة تحدثت عن عروض إنجليزية لعمر مرموش هل عمر مرموش فعل يتلقى عروض من الدولة الإنجليزية في الوقت الحالي؟ عمر مرموش حالياً لديه سوق عالمي مفتوح وبالتالي لا تستطيع أن تستبعد أنه يتلقى عروضاً من كل دول العالم هذه مسألة ليست غريبة ومسألة يجب أن نتوقعها جميعاً لأنه مستوى أدائي في المباريات وإسمها الذي صار قوياً كالعملة الزهدية والطاقة التي تمتع بها داخل البلعب تسويغه لتلقي مثل هذه العروض وبالتالي فلا نستغرب أن يتلقى وأعتقد أنه يحظى بحب جارف داخل نالي فرانكفورت إن تلقت فرانكفورت وبالتالي فهذه العروض هي مسألة غير مستبعدة ولا نستبعد أنه يتلقى هذه العروض ليست دخل لأخذ ألمانيا فقط ولكن من جميع أنحاء القارة الأوروبية تعرض عليه عروضاً للانتقال إليها عمر مرموش من وجهة نظرك وأنت اسم كبير في تاريخ كرة القدم العالمية والألمانية بالتحديد يشبه مين عمر مرموش من لعبين ألمان تاريخيين يعني أعتقد أن عمر مرموش لديه نمط متميز تماماً لديه عيناه ثقبتان في جميع أنحاء الملعب أعتقد أن أقول لك بكل صراحة أن عمر مرموش لا أستطيع أن أضعه في موضع المقارنة مع شخص آخر أو لعب ألماني لكن عمر مرموش هو عمر مرموش هو شخص هو لعب رائع لعب ممتاز لا يمكن وضعه في موضع المقارنة حتى مع اللعبين الألمان مايك ريشكا المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونيخ وكثير من الأندية الألمانية ومدير الشركة التسوقية الخاصة بوكالة اللعبين المنتمي لها لعبنا المصري الدولي عمر مرموش أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذا الحوار عبر زوم هنلسى مكملين مع حضراتكم بعد هذا الحوار الرائع بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معا شكراً جزيلاً